موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة جديدة من برنامج زمال كاوي على قناة نادي الزمالك النهاردة يوم مهم طبعا كان فيه مؤتمر للمستشار مرتضى منصور مؤتمر اتكلم فيه في كل حاجة هيكون معنا جزء بعد شوية من المؤتمر ده بإذن الله واكيد هيكون ليه تعليق على ما قاله المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك العائد مرة اخرى لرئاسة نادي الزمالك الفترة القادمة كمان بكرة عندنا مطش مهم جدا جدا يا جماعة ليه مهم لانه هو مطش مع فريق قوي جدا سيراميكا كليوباترا على ملعب المقاولين العرب العائد مرة اخرى للنور تعرفين ملعب مقاولين العرب اكتر من سنتين تلاتة هو ممنوعا امنيا من استقبال اي مباراة للزمالك وللاهل لكن طبعا الزمالك بيعود اول واحد يفتتح هذا الملعب مع سيراميكا بعد ما تم نقل المباراة من استاد بيترو سبورت الاستاد المقاولين العرب مباراة يعني اعتقد نادي الزمالك بقاله لعيبة دي بقالها تلات اربع سنين ما لعبوش على الملعب دوت لأول مرة هيلعبو عليه من فترة كبيرة جدا كمان المباراة دي بتأتي بعد تعادل مع البنك الاهلي وهو تعادل مخيب للامال يعني وبيتسع الفارق ما بينك وما بين المتصدر لخمس نقاط وايضا مباراة يليها توقف يتخطى لعشرين يوم او اكتر كمان نتكلم في خمسة وعشرين يوم لان بطولة طبعا العرب اللي هتوقان في قطر هتبتدي يوم تلاتين نوفمبر وهتنتهي يوم تمنتاشر ديسمبر والزمالك هيلعب بكرة خمسة وعشرين وبعد كده ما فيش مطشط تاني فمن يوم خمسة وعشرين قول يوم تمنتاشر بإذن الله لو وصلنا المباراة النهائية عشان يعود الدوري هيعود بعدها بتلاتة اربعة ايام يعني ممكن تكون اول مباراة ليك يوم اتنين وعشرين يعني بتتكلم في سبعة وعشرين او تمانية وعشرين يوم من التوقف وبالتالي التوقف ده كله لازم على الاقل نادي الزمالك يكون حصل على ثلاث نقاط عشان الوضع يكون مستقر تعرفين ان التوقف اللي قابليه كانت هزيمة من نادي اهلي بنتيجة خمسة تلاتة وحصل توقف طويل شوية لمباراتي انجولا والجابون عايزين في التوقف ده يكون في استقرار نوعا ما بنتيجة ترضي جماهير نادي الزمالك وتبقي على حزوز وامال نادي الزمالك في هذا الموسم رغم كل العراقيل اللي اتحطت لنادي الزمالك طوال السنة الماضية وانها مرة واثنين وثلاثة رحل مجلس المستشار مرتضى منصور ليأتي مجلس المستشار احمد بجري كلجنة مؤقتة يتوفاه الله ثم يأتي اللي هو عماد عبد العزيز مع استقطاب لمجموعة جديدة من اللجنة المؤقتة ليرحل طرحل اللجنة المؤقتة لتأتي لجنة مؤقتة جديدة لطرحل اللجنة المؤقتة الجديدة بنهاية المدة القانونية المسموح لها ليعود المستشار مرتضى لمدة شهر ونص او شهرين الى ان تقام انتخابات لنادي الزمالك عيب انا موجة نظري عيب نادي الزمالك القيمة الكبيرة دي نحن نقعد اكتر من سنة وثلاث شهور بلا مجلس منتخب كل التقدير والاحترام لكل المجالس المؤقتة التي ادارت نادي الزمالك وحاولت انها تعمل حاجة داخل نادي الزمالك وشفنا طول السنة اللي فاتت دي كمية القضايا اللي كانت موجودة على نادي الزمالك ورحيل بعض اللاعبين المهمين ورغم كده ورغم كده ربنا قرمنا بدوري مهم جدا في كرة القدم ربنا قرمنا بدوري اليد وتأهلنا سوبر اليد على حساب النادي الاهلي ووصلنا لكأس العالم للاندية لكرة اليد فوزنا ببطولة كأس الكرة الطائرة بعد غياب طويل جدا انتصارات كتيرة حصلت المسلم الماضي فوزنا بدوري السلة وبطولة أفريقيا تحت عبائة الامبي ايه في كرة السلة لكن ده كانت في آخر تلات شهور محاولات لحصد هذه البطولات لكن الوضع مختلف في السنة دي كمان إضاف علينا إيقاف قيد إضاف علينا أكتر من 120 مليون جنيه بتدفع كغرمات للاعبين ومدربين فحمل صعب جدا جدا على نادي الزمالك وعلى أي إدارة تتولى الملف في الصعب ده من فلوس لأول مرة كمان يا جماعة يكون نادي الزمالك مطالب بنهاية هذا الموسم للتجديد لـ 11 لاعب تعارفين من 3 سنين المشار مرتضى منصور جاب تقريبا 12-13 لاعب وعمل لهم عقود لمدة 3 سنوات تمام؟ معظمهم يعني فالـ 11 بينتهي عقودهم مع بعض فبتتكلم كمان أن أنت مطالب بدفع الغرمات مطالب بتجديد العقود مطالب بتمديد بعض العقود مطالب بأيضا عقود كانت مجحفة لبعض اللاعبين يعني الأساسيين كانوا بياخدوا فلوس أقل بكتير من اللاعبة التانية موجودة وما بتلعبش وبالتالي كان محاولات لتقنين الموضوع يعني وجعل كل اللاعبة قريبين من بعض في العقود فالموضوع صعب جدا محتاج فلوس كتيرة جدا 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 غير طبعا الفلوس اللي بتدفع كل شهر كمرتبات وموظفين وكمان غير العيبة اللي عندك اللي مطالب كل شهر أيضا أن أنت تدفع لها جزء من عقودها المكتوبة طبعا واللي مسموح بيه أن هما يطفع لكل لعب كل شهر فلما بتتأخر ده بيعمل نوع من عدم الاستقرار مرة واثنين وتلاتة ربنا يوفق نادي الزمالك الفترة اللي جاية وكلنا في ظهر نادي الزمالك بإذن الله بكرة عايز أقول كلمة اللعيبة نادي الزمالك مرة واثنين وتلاتة وأنا قلتها أكتر من مرة لعيبة نادي الزمالك لعيبة رجالة بمعنى الكلمة لعيبة الزمالك عمرنا أنا ما ببصش تحت رجلية على فكرة وما ببصش المطش بمطشه أنا باخد الموضوع كده كباكيج اللعيبة دي كباكيج عملوا إيه خدوا بطولة الدولي في ظروف إيه صعبة جدا في بداية موسم انت خسران في كاس مصر بهزيمة من طلاع الجيش تلاتة واحد وخسران في نهاية دولي الأبطال أمام النادي الأهلي في الدقيق الأخيرة كمان انت في نهاية آخر سبع مطشاط المنافس بتاعك متفوق عليك في عدد النقاط بأربع نقاط بتنهي الدوري وانت فارق ست نقاط قبل طبعا التعادل الأخير ده اللي مالوش لازمة انت كده 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 كنت خدت الدوري بست نقاط وبالتالي دي لعيبة رجالة وده مدرب قدير وده مدرب كويس جدا ولديه خبرات كبيرة جدا 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 ده اللي أنا عايز أقوله كلنا لنا أراء كلنا أراءنا تحترم كلنا عايزين مصلحة نادي الزمالك لكن أنا من وجهة نظري الأكثر قدرة على يعني تحمل المسئولية ويتولى تدريب هذا الفريق وعارف نقاط القوة والضعف هو مستر كارتيرون مهما كان أي محلل قاعد على الترابيزة وأي لعيب كرة سابق أو نجم أو لعيب كرة كان في نادي الزمالك زيه مثلا هنقول أراء هنتكلم لكن احنا بمنشوفش التدريب كل يوم منعرفش حالة كل لاعب سواء النفسية والبدنية والفنية كل ده مستر كارتيرون عنده خبرات أكتر مني وأكتر من ناس اللي بتحلل في ناس كتير جدا لهم كل التقدير والاحترام بيعودوا يحللوا أداء المدربين سواء مدرب الأهلي سواء مدرب الزمالك سواء مدرب الإسماعيلي لكن في النهاية هم قاعدين على ترابيزهم كتير منهم تولوا المسئولية كتير منهم تبوقوا مناصب كمديرين فنيين ولم يوفقوا فمش دايما اللي بيتقال بيكون هو الصح واللي بيعملوا المدرب في حالة الإخفاق في النتيجة بيكون هو الغلط كرة القدم مش واحد زي انت واحد يساوي اتنين ممكن تعمل كل حاجة صح وتخسر برضو ما تكونش موفق فكارتيرون احنا في ظهره ومعاه والعيبة تنادي الزمالك واحد واحد عايز أبو جبل عوات حزم إمام المسلوسي محمود علاء محمد عبدالغني الوينش عبدالله جمع عب شافي فتوح طارق حامد إمام عشور أشرب بن شرقي أوباما مصطفى فتحي أيمن حفني شيكبالة أحمد الساد زيزو سيف الجزيري عمر السعيد سيف فاروق جعفر ونجم ونجم إسلام جابر محمود عبدالعزيز محمد أشرف روقة أنا تريبا أعتقد أن أنا قلت معظم اللعيبة لعيبة رجالة اكتملت المطش اللي فات التلاتة موجودين في المعسكر والتلاتة جاهزين للعب هذا اللقاء قبل التوقف الطويل خدوا بالكم إحنا هنتوقف تقريبا خمسة أو سبعة وعشرين يوم وهنرجع نلعب مطشين فقط ثم توقف تاني لمدة خمسة واربعين يوم وعايز أقول لكم إن في مفاجآت بتتعامل دلوقتي تعرفين كأس الأمم الأفريقية هتقام في الكاميرون في طلب من قطر لاستضافة كأس الأمم الأفريقية وفي بعض الكلام دي التي بيتقال إن ممكن نسحب نسحب التنظيم من الكاميرون وطبعا قطر عايزة كأس الأمم الأفريقية وقد تشارك كمان تعرفين أن قطر شاركت في الكوبة أمريكا قطر شاركت في تصفيات كأس العالم لأوروبا كانت مجموعة بتضم أعتقد البرتغال وصربيا وصربيا طبعا صعدت من هذه المجموعة قطر شاركت في بطولة أمريكا الشمالية ووصلت للدور قبل النهائي وادهزمت من أمريكا قطر ممكن كمان تلعب في كأس الأمم الأفريقية كل ده استعدادا لكأس العالم القادمة وقطر هتلعب في بطولة العرب أكيد وتصديد بطولة العرب هل ده ممكن؟ كل شيء ممكن الله أعلم كل شيء ممكن زي ما برضو قطر مرشحة بقوة لاستضافة المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم على أن تقام مباريات التصنيف الأول مع التصنيف الثاني من مباراة واحدة فقط بدون ذهاب وإياب وتقام في قطر وكل ده هيتم تحديده بكرة وبعده في اجتماع المكتب التنفيذي أو اجتماع أمفنتينو جاي على الفكرة بعد بكرة أو بكرة بكرة جاي من السعودية وكل طبعا الاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولي كل هيكون متواجد وهيحصل تقنين لهذا الوضع الدنيا رايحة لفين هل هي مباراة ذهاب وعودة هل هي بالقرعة هل هي مباراة العودة هتكون لأصحاب التصنيف الأول هل هتقام مباراة الوصول لكأس العالم من مباراة واحدة وتقام في دولة محايدة والأقرب هي قطر هل هيتم سحب التنظيم من الكاميرون والذهاب بمطولة أمم أفريقيا لقطر اللي هي في أسيا كل شيء وارد والماني توك الفلوس بتتكلم زي ما بيقولوا يعني على العموم دي كانت حكاية عايز أقولكم كمان يمكن الناس كتير ما تعرفش احنا عندنا أول مطش في بطولة العرب بإذن الله هيكون مع المنتخب اللبناني وهيكون يوم 1 ديسمبر وبعد كده عندنا المباراة التانية مع المنتخب السوداني وهيكون يوم 4 ديسمبر وبعد كده عندنا المباراة بقى القوية جدا مع المنتخب الجزائري هتكون يوم 7 ديسمبر بإذن الله كمان تعرفين المنتخب السودان معانا في بطولة العرب في المجموعة ومعانا أيضا في كأس الأمم الأفريقية بإذن الله إلا هتقام لغاية دلوقتي زي ما احنا عارفين في الكاميرون إلا إذا انتقلت للقطر برضو مطشطنا إمتى يا جماعة مطشطنا هتكون في يناير أعتقد عندنا يوم 11 يناير هتكون مباراة السودان سوريا مباراة نيجيريا يوم 11 يناير مع المنتخب النيجيري اللي هو الأقوى معانا في المجموعة ثم 15 هيكون مع المنتخب غينيا بيساو هيوم 15 يناير في منتصف يناير بالزبط ويوم 19 يناير هتكون المباراة الأخيرة مع المنتخب السوداني بإذن الله ويكون ربنا وفقنا وصعدنا لدور الستاشر اللي هيكون بطريقة النوكاوت أو خروج المغلوب من بداية من دور الستاشر انتعارفين إن بياخدوا أول وتاني بياخدوا أفضل تقريبا أربع توالد أول وتاني من ست مجميع يعني 12 فرقة وأفضل تالت في أربع مجميع يبقوا ستاشر فريق ويلعبوا دور الستاشر بإذن الله في البطولة اللي هتقام فيه تقريبا هتبدأ يوم ستة أو سبعة يناير أو تمانية يناير وينتهي بأعتقد إن شاء الله بإذن الله فيه نهاية في يوم 8 فبراير 9 فبراير حاجة زي كده يعني تقريبا مدة شهر كامل البطولة بإذن واحد أحد بكرة عايزين نكسب يا رجالة بكرة لعبة الزمالكة محترمة عايزين نكسب بكرة مطش قوي مطش مش سهل فرقة سيراميكا لسه مغلوبة حظوكم دايما إما بتيجوا تقابلوا فرقة يعني ما جينا بنك الأهلي ماشي عشر عشرة ما جينا نقابل بنك الأهلي كان لسه مغلوب من سيراميكا وبعد كده هنقابل بقى سيراميكا سيراميكا راح مغلوب هو كمان المطش اللي فات فمتعرف ما تكون فرقة مغلوبة وهي فرقة محترمة وكويسة وعندها إمكانيات بالدوافع بتزيد عندها خصوصا كمان ما تكون بتلعب قدام فريق قوي وهو بطل الدوري نادي الزمالك فالمطش صعب جدا بكرة مطش مش سهل وربنا يوفق نادي الزمالك وإن شاء الله بإذن الله يكون البنالتي السادس لنادي الزمالك الصحيح بتقنية الفار وزيزو جيب لنا بنالتي بكرة إن شاء الله إن شاء ما حدش يزعل مننا